في خيام صغيرة كهذه لا تقيهم موجات البرد القارس يعيش النازحون في محافظة مأرب حياة صعبة على كافة الأصعدة من أمراض إلى أوبئة إلى انعدام أبسط مقومات الحياة أخصائيون في مستشفى كرا بمدينة مأرب قالوا إن المستشفى استقبل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 23 حالة لنازحين جميعهم يعانون من التهابات رئوية حادة بسبب البرد وبسبب عيشهم في خيام لا تصلح للعيش وأضاف الأخصائيون في المستشفى أن ست حالات أدخلت غرفة العناية المركزة لشدة تدهورها مؤكدين وفاة حالتين التزايد المتسارع في عدد السكان النازحين إلى المحافظة تسبب في أزمة سكن في المدينة وهو ما جعل أصحاب المنازل يستغلون عدم وجود رقابة قانونية تنظم عملية تأجير المنازل ليضاعفوا من أسعار الإيجارات ويجد الكثيرون أنفسهم أمام مشكلة ارتفاعها ما يضطرهم للعيش في الخيام نزحنا إلى محافظة مأرب نعيش تحت الخيام في ظروف قاسية تحت حر الشمس وبرد الشتاء نحن الآن أخي أحمد في العناية المركزة في كراء وقبل أيام توفت الطفلة سلماء الحكمين من البرد وقصاوة البرد المشاكل التي تواجه النازحين في مأرب لا تتمثل فقط في عدم وجود أماكن مناسبة للعيش بل وفي عدم توفر فرص عمل ومصادر دخل كافية للموظفين خصوصا الذين فقدوا أعمالهم في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أمراض وأوبئة عديدة أنتشرت بين النازحين في ظل غياب تام للرعاية الصحية والعلاجية نازحون يشربون مياها غير نظيفة وملوثة فيما تتعرض الأمهات لمخاطر الإجهاض أثناء الحمل وهي مخاطر عديدة جعلت النازحين يعيشون في ثلاثية الجوع والمرض والعيش في العراء